اشتركوا في القناة والمتعلقة بالدعم الستنائي هالدعم الذي هلالت وطبلت وزمرت له وزارة التقافة باعتبار الستنائي وسيشمل الجميع دون أن تحدد كلمة ستنائي لكن الآن تبين معناه كلمة ستنائي الستنائي لأنه الستناء جميع الفنانين إلا في أقالي لا هي المستفيدة من دعم هكذا فهمتنا الستنائي دبعا من خلال هذا الذي الآن بان في حين أن الناس فهمت الدعم الستنائي أن الكل سيناله من طيب نصيب وأن كل واحد يقدم مشروع فني أو إبداع دياله إلا وسيحظى بالقبول وسيستفيد لكي يواجه جائحة كورونا والظروف المأساوية التي يعيشها الفنانون المبدعون في هذه الفتاة لكن الأسف الشديد تبيننا أن وزارة التقافة قد ضحك على الفنانة تبيننا أن وزير التقافة ما يصله هو شيء آخر غير الواقع ولهذا أنتني جاهد الدعم هذا الكيفية كأنه يضحك على الفنانين ويستهزئوا بهم وبواقعهم وبضعفهم وكأن الوزير يعتقد أن النصر هكذا كل شرب وعندما يكفي لي سنين عديدة كما وصلوا هذا الفكر اللي يباين أنه عند الوزير لأنه كان عارف الواقع ومحتك بالفنانة وسمع الشكاوي وما يعانونه من مآسي ومن ظروف مزرية وصلت لبعض منهم أنه يبيع الضيطي وصلت لبعض منهم أنه يبيع الآلة وصلت لبعض منهم أنه يطلق مراته لأنه ما عنده ما يوكلها ما يشعر بها وصلت لبعض منهم أنه ما جابر شي حتى بشي شرين بنته ضانون فالدعم الستنائي طبعا حسب منظور السيد وزير ثقافة والشباب هو الستنائي لأنه أنت يخص فئة دون غيرها أو الستناء المعوزين والمحتاجين الذين هم في أمس الحاجة إلى العون والمساعدة واللي هم الغالبية في هذا الميدان الفني والإبداعي وكل من له علاقة به وخص به فئة خليلة به وهذه الفئة فيها ناس كثيرا ما محتاجينش ما وقفينش للأسف الشديد ما وقفينش ما محتاجينش إذن والجناء المكلفة بالدعم استهمات في ترصيخ هذا المفهوم تهي أيضا اختارت أعمال على أي أساس هذا سؤال مطوح وستثنت أعمال جادة ومسؤولة قدموها الناس بمواصفات عالية جدا ولم يأخذون الدعم هذا سؤال آخر يمكن أن تطرح لماذا وإذا ما الذي يحتاج للجناء التي توضعها لكي تبت في الملفات والمشاريع الفنية يمكن أن تخصي ما في حالتها ولكن السبب ليس هما سبب نحن نحن الفننا ممزقين ومفرخين ومن نوع لنا ينسهم في ترصيخ هذا الواقع وأنا كنقول أربى ضررت النافعة جاد كورونا لكي تفتح الواقع جاد كورونا لكي تعري حقائق كانت مغطية جاد كورونا لكي تحلنا عيننا على مجموعة الأمور التي كانت لقمة الحياة والعيش كانت مخلية الموسيقيين والفنين المبديعين تساكل ملهيين مع الحياة ومع كيف يمكنهم يعيلي ولدتهم وكيف يمكن لهم يصور طفظ الخبز لكن هذه الفرصة لأن الأمور تغير أنا من هذا المنطلق نقدم الحل وهذا الحل هو بما تبت امتحان الفن والفنانين والإبداع المبدعين وخصصا هذين الناس اللي اخذوا الدعم هو بما تبت امتحان كنقول لهم أنا هذا الدعم إلا كنتوا فنانين حقيقيين وقلوبكم على الفنان اللي كتعرفهم كي يحتضروا والموس وصلوا من الأعظم وكي يعانيوا هو أنكم ترضوهم وزارة التقاف وتقولوا لها عليك أن تعطي هذا الدعم لمن هم أكثر حاجة منكم إلا كنتوا فنانا حقيقيين وكيف جاءت في مجموعة هذه التصريحات ومجموعة هذه الحوارات أن الناس تعاني والناس تبيع ألت والناس محتاجة وأنا لليقين أن هناك فنانين سيقوموا بهذه البديرة وهذه الآن يفكرون في الصغة لكي سيقوموا بها وهذه أيضا مناسبة لكي الفنانين يتحدوا ويفكروا بجدية في كيف يتأسيس جسم واحد فني لأن نقابة وحدة في بلدنا لكي لا تفكر هذه النقابات مشتاو وكلها يغيب لغاه وكلها شفت نقابة وحدة في مصر في سوريا في لبنان في الأردن وكي نقابة قوة لكي لا يأتي للدول يتعامل معنا بهذا الاستخفاف وبهذا الدنيا ولكن تعاملنا معنا بمسؤولية وإلا سيلقى ما لا ينتظره ولا يتصور هذا الحل الذي لدي هو أن الفنانين يرضى ذلك الدعم إلا كانت عندهم غير على الفن والفنانين وعلى الناس اللي مساكن يحتضرون يقول وزارة التقافة هناك من في أمس الحاجة مننا أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وهذا ره امتحان إلا عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق دير أبوني وفعل الجرس باش يصل لقع الجديد دينا وما تنسى اشتبعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي شكرا